أهلا بكم مشاهدين مجددا البداية من آخر تطورات في البلاد اذ تلقى رئيس الوزراء محمد شيعا السوداني دعوة رسمية لزيارة إيران سلمها له السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم الصادق وكان سوداني قد استقبل آل الصادق وبحث خلال هذا اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين كما ناقش عددا من الملفات المشتركة في الجانب الاقتصادي والاستثمار كما أكد مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين وأيضا يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها